يوم ارتجت المدينة بالبكاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت بينما نحن مجتمعون نبكي أي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نسكن لرؤيته على السرير إذا سمعنا صوت الكرازين في السحر قالت أم سلمة فصحنا وصاح أهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة وأذن بلال بالفجر فلما قال بلال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله فبكاء فانتحب فزادنا حزنا وانتحب الناس في المسجد لم يؤذن بلال بعدها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الشام وأقام بها فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب أزار بلال المدينة وأتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه فأقابل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما فقال له يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك ففعل وعلى السطح ووقف فلما أن قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة فلما أن قال أشهد أن لا إله إلا الله إزداد رجتها فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت العواتق من خدورهن وقالوا بوعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة